رحب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك لأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس المناء المؤسسة الخيرية الملكية باللاعب كاريم بن زيمة مشيدا بجهوده وإنجازاته وبطولته المتحققة في المجال الرياضي واسهماته العديد التي سهمت في جعله نجما ساطعا من نجوم الرياضيين المحترفين كما ثمن سموه بما يقدمه نادي ريال مدريد من دعم ومساندة لأكاديمية ريال مدريد ريال مدريد الخيرية في البحرين والمبادرة الإنسانية والخيرية من مؤسسة ريال مدريد لدعم الأيتام والأرامل والمحتاجين مؤكدا أنها مبادرة تصب في مصلحة العمل الخيري وتندرج ضمن الشراكة المجتمعية لهذا المجال جاء ذلك إثر قيام لاعب نادي ريال مدريد الإسباني كريم مصطفى بن زيمة بزيارة إلى أكاديمية ريال مدريد الخيرية لكرة القدم في مملكة البحرين وذلك للإطلاع على التجربة البحرينية والجهود المبذولة حيث يأتي إنشاء هذه الأكاديمية اهتماما من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا بالأيتام وبصحتهم وسلامتهم وتأهيلهم للمتخبات الرياضية والمشاركات الوطنية وتدريبهم على مهارات كرة القدم من جانبه تقدم سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية بخالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على رعايته الأبوية لأسر المؤسسة الخيرية الملكية وحرص جلالته على الإبداع في العمل الخيري وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على الرعاية التي يليها سموه لعمل المؤسسة وتوجيهات سموه للارتقاء بأبناء المؤسسة وإعداد برامج شبابية تسقل مواهبهم وتهيئهم للمستقبل ومن جهته تقدم اللاعب كريم مصطفى بن زيمة بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على اهتمام سموه بالطاقات الشبابية وتأهيلها ودعمه لأكاديمية ريال مدريد بشكل خاص وللرياضة والعمل الخيري بشكل عام مبينا اعتزازه بما قامت به أكاديمية ريال مدريد البحرين من نجاحات وإنجازات تمثلت في تأهل طلابها للأندية والمنتخبات المحلية مؤتمنيا أن تتواصل النجاحات التي حققتها الأكاديمية في مملكة البحرين وقد التقى اللاعب كريم من زيمة بعضاء الأكاديمية وأسرهم الاهتمام الواضح والصريح من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية بالطاقات الشبابية وتأهيلها إضافة إلى دعمه للرياضة والعمل الخيري لطالما كان هذا الاهتمام مصدر احتزاز وفخر فكل الاهتمام تحول إلى إنجازات وخطط مستقبلية تمثلت في توقيع اتفاقية بين المؤسسة الخيرية الملكية ومؤسسة ريال مدريد تم بمجبها منح الخيرية الملكية الحق لتشقيل أكاديمية ريال مدريد الرياضية في مملكة البحرين كون المؤسسة الخيرية الملكية هي الجهة التي ترعى الشؤون الإنسانية في مملكة البحرين من خلال رعاية الأيتام والأرامل ودعم المحتاجين جاء ذلك خلال زيارة اللعب كريم بنزيمة للأكاديمية في الرفاع فيوز نخلق بيئة اجتماعية جميلة للمجتمع البحريني عن طريق ريال مدريد نعلمهم الأخلاق الثقافة والتعليم والأكل الصحي ومن بينه مهارات اللعب ويا ترى شنون مهاراتهم رائعة من بين أيتامنا عدد منهم ادخلوا أندية عريقة والاتحاد الأكاديمية تهدف إلى تعزيز وتطوير المهارات الاجتماعية للطلاب وتحسين علاقاتهم مع الآخرين والمساهمة في الاندماج الاجتماعي إلى جانب تعزيز التعليم الأكاديمي لجميع مستويات المجتمع عبر لاعب كرة القدم وتعزيز القيم الأخلاقية وإيجاد متنفس للشباب والأطفال من خلال ممارسة لعبة كرة القدم وتحفيز ظهور قاعدة رياضية من اللعبين المميزين في المستقبل علموني شون أستلم شون أسلم شون العباص شون أشوت شون أتمركز فمن هالشي اتطورت وبدأت اشتركت في نادي من نادي من أهل الخبر اللي حصالت في اليوم الريد ومن رحت النادي طبقت هناك ومن طبقت هناك فبلا تتطور مع مدربين أهم شيء علمونا شون نطبق المهارات في المباريات فإنه هاي شيء يحثوننا عليه في التدريب وكل ما نلعب نكثر مباريات مهاراتنا تتطور هذا ويدعمونا دي ريال مدريد أكاديمية ريال مدريد الخيرية في البحرين مؤكدا أن هذا الدعم يصب في مصلحة العمل الخيري ويمترج ضمن الشراكة المجتمعية ضمن هذا المجال واجد حسنت منهم واخدت من الهواياتهم أنهم هواية واستغلوها في شيء يفيدهم يعني والأكاديمية مو مقصرة ويانا المشاء الله الحمد لله بنتي وصلت المنتخب مع ريال مدريد ابني كمان بيلعب الحين في نادي الرفاع الغربي فالحمد لله من بداية ريال مدريد كانت بداية موفقة الحمد لله والغرض من هذه الأكاديمية أنها تكون نفس الأسرة والمحابة ما بين بعضهم بعض وثاني شيء أن اللاعبين قاعدين يتعلمون كيف يصير التعامل ما بين بعضهم بعض في الملعب وخارج الملعب الأكاديمية ستفتح المجال للطلاب من عمر الخامسة إلى السابعة عشر سنة من الجنسين في التسجيل والمشاركة فيها حيث تم اختيار نخبة من المدربين المحليين من أصحاب الكثاءة والذين اجتازوا دورات تدريبية معدة من قبل ريال مدريد ومعتمدة من أكاديمية ريال مدريد وبمتابعة وإشراف منهم بالإضافة لوجود نخبة من المختصين والتربويين ممن يتميزون بحسن التعامل وحاصلين على شهادات علمية متخصصة وذوي خبرة ميدانية ترجمة نانسي قنقر